السلام عليكم مرة أخرى أرحب بكم في قناتي المسواضعة كنت من الجولة دي اليوم دعجبكم اليوم إن شاء الله عن صفر بكم وعن بثلوش في مدينة طانجة وعن صفروا إن شاء الله المدينة الرباط وعن شارك معكم الطريق لك الضربة ما بين الرباط والضربة عن طريق البوراق وعن شاركوا أيضا ونشاهدوا برج محمد الساديس كل شيء يا رب برج محمد الساديس إذا مرحبا بكم معي أخوتي في هذا الفيديو وخليكم نتمنى نتمنى تستبسوا مع الجولة دي اليوم وتكون كل إطارة وكل السفادة وخليكم مع الفيديو وما تنسوا ناشي عارفكم أخوتي مالي لايك الاشتراكات ديكم دائما تبعي الجرس ليعطي لكم كل جديد وشكرا لكم مرحبا بكم معي أخوتي مرة أخرى نبدأ الجولة من هنا نتواجد أمام برج محمد الساديس برج محمد الساديس هو برج أعطى الأهل المغرب الملك محمد الساديس انطلاق أشغال بنائه في مارس من عام 2016 ليكون أكبر برج في إفريقيا بارتفاع يناهز تصل إلى الأربع مليارات درهم ويشيد هذا البرج البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يملكه عثمان بن جلون أغنى رجل في المغرب وقدرت مجلة فولبيس الشهيرة تروت بن جلون بنحو مليار وتسعمية ألف دولار ما بوأه المركز سامية تعد وخمسين في قائمة أترياء العالم ويقام هذا المشروع في مدينة سراق قرب مدينة الرباط على دفاف النهر أفيرقراء وسيتألف من 45 طابقا وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية كما أفدت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن البرج سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 3 على قاعة للعرض تتسع لـ 350 مقعدا ومرافق للخدامات ومحلات تجارية في الطابق الأرضي ومكاتب في الطابق 12 الأولى وجزء السكني من الطابق 13 إلى الطابق 26 أي 55 شقا وفندق فاخر في الطابق العلوي كما ستخصص طوابق الأربع العلية الأخرة للشقاق الفاخرة ينتظر أن تتم تغطية ثلث مساحة إجمالية للواجهة بالوح شمسية من شأنها تغطية حاجيات البرج من الكهرباء وأوضحت لوكالة أيضا أن هذا البرج سيكون أحد المكونات الأساسية من خطة تنمية مدينة الرباط 2014 2018 الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية التي أعطيت انطلاقته في ماي 2014 وتشمل هذه المرحلة الجديدة من التهيئة أيضا إنجاز عدد من التجهيزات المبتكرة من بينها المسرح الكبير للرباط ودار الفنون والثقافة ومكتبة الأرشيف الوطني للمملكة المغربية ومتحف الآثار وعلوم الأرض ومركب السينيما حيث تم تتويج برج محمد الثالث بالرباط بجائزة أفضل أداء في مشروع هندسي خلال العيقات تظاهر كامينوس مدريد 2022 وتعتبر هذه الجائزة السنوية الممنوحة من طرف هيئة المهندسين المدنيين الإسبانيين بمدريد مرجعاً في عالم البناء ينتسب هذا البرج كأعلى بناية بالقرة الإفريقية إذ يصل لعلوه حوالي ميتين وخمسين متر وخمسة وخمسين طابق وهو عقار متعدد لاستعمالات على مكونات سكنية فنادق فاخرة مكاتب ومرافق خدمات وهو يشكل في ذاته الآن انصراً تنموياً رئيسياً لنهر أبي رقراء حيث تسمى إنجاز هذا المشروع تحت إشراف أوتاور ومن طرف تحالف من المقاولات المعتربية في مجال بناء مكون من المقاولة البجيكية بيزيكس والمقاولة المغربية تيجي سي سي وتم الحلث على المزج ما بين أحسن ما في التكنولوجيا المتطورة والمعاثرة مع كل ما يميز المهارات المغربية الأصيلة الفنية والتقليدية لتصميم الفضاءات الداخلية مكان تواجده على ضفتي أبي رقراء يعلو بشموخ أخاذ برج محمد السادس الذي يطلل بتصميمه الفريد على مدينتين الضاربتين في عمق التاريخ السلا والرباط وكأنه يقول أنا هنا لأحرص الأصوار والأبراج العتيقة في المدينتين أنا هنا لأشهد على الرقراق كيف يعانق المحيط الأطلسي ولأردد يوميا أغنية القمر الأحمر بالفعل فبرج محمد السادس هو معلمة ومفخرة عمرانية أخرى تنضاف إلى إنجازات المغرب الحديث في مجال المعمر بعد مسجد الحسن الثاني الذي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أمر ببنائه والمسرح الكبير الذي أمر ببنائه الملك محمد السادس والذي شيد على بعد أمطار من برج محمد السادس الرائع والجميل أن سكان مدينة الرباط وسلا يشاهدون هذا البرج من كل زاوية وهذا إن دل فإنما يدل على أن المنطقة التي يشيد بها البرج قد اخترت بعناية وبهذا يعد برج محمد السادس مكونا مهما في برنامج الرباط مدينة الأنوار عاصمة ثقافة المغربية إخواني أخواتي نتواجد أمام برج محمد السادس مررنا من قرب أولابي قرب وضع أبي رقرق وأيضا غابة المعمورة غابة المعمورة الغنية عن التعريف لغابة المعمورة هي مكان مخصص لممارسة الرياضة لتغيير الجو للتخيم وغير ذلك ولو صلتوا هنا أخوتي ما دنسوا ناشي مللي لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد فضلا منكم وليس أمرا جزاكم الله خيرا ففضل الاشتراكات ديلكم والإعجابات ديلكم والتعريق ديلكم المحفزة إن شاء الله سوف يكبر ببيتنا من غرفة واحدة إلى مجموعة من الغرف وشكرا لكم وجزاكم الله كل الخير وما دنسوا ناشي مالتعليقات ديلكم من المحفزة أفوا لأن بالتعليقات ديلكم كان عارفوا بأن عدنا جمهور كيشاهد معاش وشكرا لكم وخليكم مع تتمة الفيديو دي من نسبة أخوتي للمهندسان معماريان الذين أشرفوا على تصميم هذا المبنى نجد رفايل ديلا هوز وحكيم بن جلون ويدمج المشروع تكنولوجيا ترتبط بالنجاعة الطاقية ويروم الحصول على شهادة مزدوجة ليد جولد يعني الرياضة في تصميم الطاقة والبيئة وأشكاء الجودة البيئية العالية ولهذا الغرض ينخلط المشروع ضمن المقاربة جد صارمة ودقيقة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وحمايتها يشتغل 810 أشخاص في موقع بناء الورش من بينهم مسيرون وأطر ومهندسون ومهندسات معماريون اليد العاملة المباشرة تناهي 750 عاملا موزعين على مناوبتين الأولى خلال اليوم والثانية خلال الليل يعني الأمال بالتلاوب من أجل الإسراع في إنجاز هذا المشروع الضخم فرحة هذه غابة معمورة كما تلاحظون معي في الصورة وهي غنية عن التريف بالنسبة للسكان سواء سلا أو رباط أو القنيطرة فهم يقصدونها يوم أحد من أجلية الاستمتاع بجمالية الغابة وأيضا التمتع بالطبيعة ومن من لا يعشق الطبيعة ويحبها فهي غذاء للروح ومتنفس ممتلئ بالطاقة الإيجابية إخواني أخواتي فيديو اليوم كان مخصصا لجولة تربط ما بين الرباط وبين الدار البيضاء وبالخصوص بعض المعلومات المرتبطة ببرج محمد السادس باعتباره أضخم وأكبر المشروع بمدينة الرباط أتمنى فيديو اليوم أن يلقى إعجابكم ويانا لا عرضكم ولا تنسونا بدعمكم فبدعمكم نستطيع المزيد إلى القدم والسير قدما نحوى النجاح والتفوق بوجودكم في حياتنا وبوجودكم معنا بقناتنا سوف نستطيع النجاح بطبيعة الحال لا تنسونا إخواني أخواتي من لايكاتكم ومن اشتراكاتكم المحافظة وأيضا التعليقات ديالكم التي تسركوا أثرا إيجابيا في قلوبنا ولما كيامشي اللايك كنتمنى نتمنى يعمل اللايك لأن باللايكات ديالكم يعني دي فيديو كي يطلعوا وطبيعة الحال كيتم القصراح ضيانا من الناس وحدين آخرين كنتمنى نتمنى تكونوا استفدتوا وستمتعتوا بالجولة دياليوما لأن الهدف من القناة هو التعليق في المناطق المغربية وأيضا الاستمتاع والتمتع ودائما طاقة الإيجابية وطاقة طبيعة الحال الإيجابية التي تلعب دور دور مهم في الحياة بما أننا وصلنا إلى نهاية الفيديو بهذا المنظر الرائع أودعكم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء إلى الفيديو القادم